يا أهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة وحلوة من مطبخ الحياة حلقة النهاردة وصفاتها مختلفة ووصفاتها سهلة وحلوة جدا أول وصفة هعملها وصفة للسمك مولادي بيغلبوني جدا في أكل السمك فهعمل سمك تشينيز سمك صيني سويتان سوا انتوا عارفين طبعا الولاد الزغيرة والشباب كلهم بيحبوا الأكل ده فعشان نأكله السمك نعمل السمك بالطريقة اللي على مزاجهم المقادير بقى بتاعتنا سمك سويتان ساور هستعمل سمك في ليه هعطعه مكعبات صغيرة نيشا بصلة وفلفل ألوان هعطعهم برضو مكعبات البصل وفلفل الألوان هستعمل نص كبات كاتشاب 3 معالق سكر 4 كبات سويا سوس و3 معالق خل سهلة وبسيطة وما فيش أسهل من كده أولا مش هتبله هحط عليه فلفل سود وشوية ملح وحقلبه أهو كده بملح وفلفل لا غير والنيشا النيشا بسيط بس أهو أغطي أغطي بالنيشا أهو من كل ناحية علشان يبقى مقرمش خلاص نيشا بس من غير زيئة وبعدين قبل ما حطه في الزيت أنا ههز النشا الزيادة مجرد أنا مغطي بيه أهو كده هاجي بقى أعمل إيه هاخده بسم الله الرحمن الرحيم الزيت الزيت ما يبقى السخن قوي بصوا زي ما أنا حطته كده بعد ما يتحط في السمك كده أهو أهي ههز النشا الزيادة مش عايزة نشا الزيادة أهو هنحطه وهقول لكم بصوا الوصفة دي أسهل مما تتخيلوا يعني وبتطلع حلوة قوي وبالزبط زي اللي بنكلها في المحلات الصيني القوية جدا هو هيتحمر أنا هعمل إيه بقى هجيب الحمص بتاع الوصفة التانية كوبايتين الحمص بتاع الوصفة الجاية أحطهم يسخنوا الحمص إحنا سلقينه بس أنا عايزة يبقى سخن ده بتاع الفتة اللي هنعملها بعد كده خلاص هاجي هنا أهي السمك لما يتحمر يتحمر كويس بس ما ياخدش لون قوي أوكي حواليكو هنعمل إيه أهو بتدى الطبقة اللي عليه تتحمر والزيت سخن بصوا أنا ليه مش عايزة حطه والزيت سخن قوي يعني ليه ما حططوش والزيت سخن قوي علشان حيتحمر بسرعة والسمك جاوه مش هيستوي أنا عايزة السمك مستوي أوكي فلو حطيته في الزيت سخن قوي هياخد لون على طول ومش هيستوي لكنتم ملاحظين إن هو بيستوي أهو ولسه ما خدش لون أهو مش عايزة يستوي من بره من جوه لأ طبعا تلاقي في دم بقى ومش مستوي من جوه ولمكو السمك الني ده بيبقى خطير جدا يعني في الناس هتقول لي طب إحنا السمان في ماء بيبقى ني بس ده بيبقى مستوي بالتدخين يعني في حاجات بيعملوها علشان ما يبقاش في بكتيريا في السمك لكن السمك ني يبقى في دم أو من جوه مش مستوي ده خطر جدا حتى لو في ناس بتاكل اللحمة رير بقى وبتاكل الفراخ بس اللحمة هي أكتر حاجة ممكن تتاكل مش مستويه أو الفراخ صعبة والسمك صعبة اهو السمك اجتدى يقرمش ولسه ما خدش لون هعمل ايه بقى حاجة الخضار بتاعتي معا الفلفل ملون والبصل وخليهم يتحمروا واجي بقى اعمل ايه اعمل السوس بتاع السمك على عين تاني اعمل السوس وعبرا ايه هيب الكاتشاب سوسوس ويهزوك 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 فيه ناس كمان بتحب تحط اناناس في الوصفة دي مكعبات اناناس لو عايزة هضي فيها مع السوس مش في الزيت اهو بخليهم يتحمروا وحغلي مش هعط ملح ولا حاجة لان السوسوس ملح فما بحطش يعني التدبيلات في الوصفة دي قليلة جدا انا كل اللي عايزة شوية من الزيت اللي انا بخمر فيه شوية صغيرين يعني زي معلقتين كده من الزيت احطوهم على السوس يغلوا كويس معي طبعا الاكلة دي ممكن اقدمها مع رز بسمتي مسلوق ممكن اقدمها مع نودلز النودلز بتبليها تحترى مية مغلية يعني وتصفيها شوية تطرق موعملهاش على النار يعني مغلي المية واروح اطعها للنودلز واغطيها وبعد كده وصفيها تبقى مسكة نفسها ممكن تتقدم مع مكرونة يعني ممكن نقدمها مع كذا حاجة خلاص هي كده بصوا بقى اول ما بتجي السوس يغلوا كويس اهو بصوا هبتجي هقلبوا اهي بيغلي السوس شايفين السوس بيغلي ازاي ايوة اهو بقلب الخضار بالسمك بتاعي اهو السمك ما بيتخمرش هو يقرمش من غير ما يحمر الزيت لما حطيته ما كانش اهو اهو كده اهو اهو حاجة بسباتشولة اهو اللي بو كويس اهو 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 احلى سويت ان ساور كرنشي طعم وفظيع بس كده اروح شايلة من على النار اهي وزي ما قلنا هنقدمه مع نوديلز هنحطها في الطبقة اهو ونقدم معاها اهو ده شايفين الوانه وسهلة طبعا ما خدتش مننا اي حاجة خالص دي سمك سويت ان ساور بطريقة سهلة وسريعة علشان الولاد ما يضطروش انهم ياكلوا الحاجات دي بره هروح بعد الوقت الفاصل هروح لفاصل وارجعلكم بعد الفاصل تاني استنونا موسيقى